السلام عليكم طلاب في محاضرة تقنية تصنيع المواد المحاضرة الرقم 16 اللي هي رح تتكلم اليوم عن Non Furious Method أي المعادن الغير حديدية طبعا الانتاج من المعادن الغير حديدية هي بشكل عام يكون قليل السبب ذلك هذا مقارنة منه مقارنة بانتاج الايرون اللي هو الحديد السبب في ذلك انو الحديد الاستخدامات جدا واسعة في عملية البناء من مثل نحن نسوى مشاءات حديدية كاملة قلنا نستخدمها في صناعة الـ Reinforcement Part يعني حديد التسليح والكثير الكثير من الاستخدامات لذلك فهو لما نسوى مقارنة بين انتاج المعادن الحديدية والمعادن الغير حديدية اكيد المعادن الحديدية انتاج جمالتها جدا كبير وانتاج المعادن الغير حديدية مقارنة بها يكون قليل الننفيريس متل نستخدمها في عملية البناء على الرغم من انو تكلفتها نوعا ما عالية يعني ديقول لك هنا السبب في ذلك انو هي الخصائص الكثيرة اللي موجودة بيه بعض انواع الننفيريس متل يعني بعض انواع المعادن الغير حديدية اللي عندنا اللي هي الالمنيوم الكوبر النحاس التن القصدير الزنك الليد اللي هو الرصاص والماغنيسيوم لن يأتي خامات مالة الالمنيوم سنشرح بالبداية مجموعة من خامات غير حديدية أول واحد رح نتكلم عنه اللي هو الألمنيوم عندنا الخامات مع الألمنيوم تكون على عدة أنواع اللي هنا هذاني اللي هي البوتاكايس اللي هي AL203-2H2O الكوراندوم الكوالاين أو شاين كلاي اللي هي الكوالانايت والكورولايت هذاني الأنواع اللي هنا عادة شنو عادة هنا الخامات اللي يستخلص من عدها الألمنيوم هسا نجي إلى عملية تصفية الألمنيوم طبعا نحن قلنا هسا أنه الألمنيوم يكون موجود بشكل خامات وهذه الخامات تحتوي على شوائب فحتى نسوي عملية تنقيئ لها من هذه الشوائب نستخدم عملية اسمها البيارس بروسس وبعد ذلك أنه نحن نحصل فقط على عنصر الألمنيوم نستخدم عملية أخرى اللي هي الهول هورلاتس بروسس اللي يتنون تحتوي تحتوي على 2 ستاج حسا نحن نرى بهذا المخطط راح يعني يوضح عملية تصفية والحصول على معدن الألمنيوم أول شيء اللي وحنا الأور اللي هو الخام مالة الألمنيوم فنسوي لها نسوي لها يعني انطحنة بعد ذلك راح نضيف مادة حارقة اللي هي الكاوستيك سوديو سوليوشن يعني محلول هذا حارق من المالتصودة راح يحول لي الخام اللي ضحنا إلى محلول الألمنيوم المذاب بعد ذلك راح نقوم بعملية إزالة الامبورتيز اللي هي الشوائب موجودة ثم بعد ذلك راح نسوي عملية تنقية وتصفية باستخدام الواء اللي هي الواتر روموفل بعد ذلك راح نسوي عملية الالكوتروليز الالكوتروليز يعني عملية تحليل الكهربائي يعني بشكل عام هي هاي العملية انو انا نجيب حول بمحل الكوتروليتي وحط قطبين قطب اللي هو الألمنيوم اللي يريد ازيل الشوائب منه القطب الاخر تجمع عليها شوائب امرر تيار الكهربائي راح تشوائب راح يحلو هاي الشوائب جلنا انو تنتقل من الألمنيوم الى المعدن الاخر اخر عملية انو احنا حنحصل على شي اسمه المولتن الامنيوم زياني الالامنيوم الوذاب الالامنيوم كمادة تحتوي على مجموعة من البروبرتيز العناصر اول خاصة انو هي اللون ما لا تشيكون لونتها اللون ما لا تشيكون فضي على ابيض بعد ملوه القابلة للطرق والتعديم بعد انو هو الالامنيوم شكل عم لايت هو خفيف بالوزن سوفت ناعم قوي ودورابل يعني الى خاصية دي مو عال يعني يبقى لفترة طويلة جدا بدون تلاث الثرمال كوندكتيبيتي مالته هو قليل واطئ لكن هو يعتبر شنو هو يعتبر جود كوندكتر يعني موسطة جيد المل موسطة جيد للكهرباء الالامنيوم ممكن يعني كعنصر ان احنا ممكن نسولها رفتت يعني هذي استخدم ذني الرفتات بي والضدي الحال بس هو شنو ما ممكن يصير بيه صولدرز الملتينبوينت يعني نقوة المال التالي يبدي بيها الالامنيوم يموع او يذوب هي ستمية و سبعة و خمسين درجة سيليزية التنسايل سترينت يعني اجيها قوة الشاد العفو الموجودة بالالامنيوم هي مقدارها مية و سبعة و سبعة و ثنيين يومي على مليمتر التربية لما نكون لدينا بالكاس فورن و تقريبا مقدارها ميتين و واحد و اربعين و ثلاثة و شنو لما نستخدمه كالواير الالامنيوم هو شنو بيه بعد خاصية جدا مهمة انه هو مقاوم المقاوم للكرويجن يعني انت قابله على مقاومة التآكل و الصدق حسنا نحن نجي هنا حتى نشرح على استخدامها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة